حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري الشؤون الخارجية دكتور أهلا بك معنا يعني تقارب كوري شمالي صيني أو تقرب كيم يونغ أون من الرئيس الصيني في هذه الزيارة التي كانت سرية إلى أن تم الإعلان عنها قراءتكم لهذه الزيارة لماذا اختار الصين تصريحات كيم يونغ أون الذي قال أو تعهد بنزع الأسلحة النووية بالتقارب مع الصين ما رأيكم في كل هذا؟ مساء الخير خديقة لي الشرف مرارا وتكرارا من قناتكم الموقرة أكدت أنه لا حرب لا لقوء إلى عنف مسلح في شبه القرى الكورية في كافة البرامج التي شرفت باستضافتكم أكد أن المفاوضات هي السبيل الأسرع الأحسام الأكمل طبيعي أن تكون الزيارة الأولى للرئيس الزعيم كيم رئيس كوريا الشمالية إلى الحليف التاريخي لكوريا الشيوعية الديمقراطية الشمالية منذ الحرب الكورية في عام 1950 حتى عام 1953 الصين الشعبية التي أرسلت ربع مليون محارب إلى كوريا في الحرب الكورية لابد مهما تغيرت الظروف الدولي والإقليمية في شرق آسيا مهما تبدلت الظروف لا تزال هي الحليف الأول الذي جعل الرئيس الكوري الشمالي يقوم بأول زيارة له إلى الجار الحليف والذي يعتبرونه الكوريون الشمليون بالجار الحليف الصديق وطبيعي جدا بعد الوساطات والمساعي الحميدة لكل من الصين في المقام الأول وروسيا الاتحادية وبعدهما كوريا الجنوبية أن تتحلحل المسائل ما بين والخلافات والنساعات الخطيرة المتفاقمة ما بين كوريا الشمالية من جانب والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر وإن كانت تصريحات الرسمية للرئيس الكوري الشمالي إلى مضيفيه من الزعماء الصينيين كانت فعلا مباغتة ومفاجئة لكل القاسي والداني في سائر أرجاء المعمورة طيب أول زيارة له خارج البلاد منذ توليه السلطة إلى الصين لماذا الصين بالتحديد؟ هل هي الملاذ الوحيد؟ هل ربما كل الخيارات هي مقفولة بواجه كيم يونغ أون في ظل العزلة التي يعيشها التي يعيش أو إذا صح التعبير دولته وشعبه فيها؟ هي ليست الملاز الوحيد ولكنها الملاز الأول كما أسلفت الآن هناك أيضا روسيا للتحادية التي تعادي الولايات المتحدة الأمريكية في شخص الأزمة أو النزاع مع الرئيس الكوري الشمالي كيم تاريخيا وحاضرا ومستقبلا أيضا ستكون الصين الشعبية هي الملاز الأول والحليف التاريخي والصديق والذي قام حتى بخرق وانبهاك الجزاءات والعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على توريد مواد معينة منها حتى استراد الأنسجة من كوريا الشمالية أو توريد البترول والغاز لكوريا الشمالي الصين الشعبية أصرت أيضا على الدعم الكبير اللصيق إلى جاراتها وحليفاتها كوريا الشمالي فكان طبيعيا أن تكون الزيارة الأولى إلى كوريا الشمالية طيب دكتور أيضا نتائج هذه الزيارة من ضمن نتائجها تصريحات كيم يونغ أون الذي قال وتعهد بنزع السلاح النووي من شبل جزيرة الكورية وأيضا أبدأ استعداده لعقد قمة مع رئيس الأمريكي دونالد ترام قراءتكم لهذه التصريحات كيم يونغ أون الذي كان يهدد قبل فترة يبدأ استعداده الآن لنزع السلاح النووي الجزاءات الشديدة من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية فرادا وأيضا من دول عديدة منها الاتحاد الأوروبي كل هذه الجزاءات الدولية سياسة العصى فعلا أتت أكلها وثمارها ومن بعد حين بعدما كانت هناك العالم ومعظم الخبراء يتوقعون ويترقبون إلى حرب نووية أو تهدي حرب إقليمية كبرى في منطقة شرق آسيا وتنخرط فيها الصين والكورتين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية التحول الدراماتيكي بواعثه اتنين بواعثين رئيسيين الجزاءات التي لا تتحملها أي دولة في العالم رقم اتنين البعث الثاني هو الوساطات والجهود الدبلوماسية الحديثة من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية وفي النهاية اليابان أدت إلى استعداد الرئيس الكوري الشمالي الرسمي دكتور، فقط سؤال أخير إذا سمحتني نظرنا دقيق الوقت سؤال أخير، الملفت أيضا والغريب خلال هذه الزيارة هو وسيلة النقل التي استقلها كيم يونغ أون وهي القطار ونعلم بتاريخ الموضوع أن والده أيضا استقل القطار قبيل وفاته في عام 2011 يعني تحليلكم هل هو عدم ثقة بالوسائل النقل الأخرى هل يحق على حياته ماذا؟ تأسى الرئيس الزعيم كيم بير الرئيس والده بأن زيارته أيضا لصين الشعبي الطويلة، ألاف الأميال من الكيلومترات كانت عن طريق القطار والسكك الحديدية فضلا عن الأمن والأمان الرئيس الأب الراحل والرئيس الحالي الإبن زعيم كوريا الشمالية لديهما هواجس أمنية كبيرة في مجال التنقل بإمن بالطائرات أو بأي وسيلة أخرى غير السكك الحديدية شكرا لك على هذه المداخرة دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية كنت معنا عبر الأخماص طناعية من القاهرة شكرا جزيلا لك